دلوقتي تحليل لهذه المباراة مصر مع غينيا بيساو نتيجة واحد واحد في الجولة الرابعة من تصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم 2026 بالنتيجة دي منتخب مصر بيحافظ على صدارة المجموعة بعشر نقاط بفرق أربع نقاط عن الوصيف وهو منتخب غينيا بيساو قراءة أكتر حول تفاصيل المباراة وتريقة اللعب الاعتمد عليها حسام حسن مدير الفني للمنتخب الوطني بنرحب بضفنا محمد خليفة الناقد والمحل الأرياضي أهلا بيك أهلا بيك يا بسانت الصباح الخير لك يا محمد منورنا بنورك يا حبيبي سعيد أن أنا معك وسعيد طبعا أننا في الصباح الخير يا مصر أهلا بحضرتك يعني شفت إزاي تعادوا المنتخب مبارح واحد واحد بغينيا بيساو لو قبل اللقاء لا إحنا كنا طمعينين في مكسب ممكن أثناء اللقاء لو بصينا الرشوط الأول أداء منتخب مصر كان سلبي جدا فكنا خايفين من سيناريو الهزيمة خاصة أن بوركينة فاسو ما كانتش لسه لعبت مع سيراليوم يبي عندنا مخاوف الشوط الثاني الشكل تغير بشكل كبير للأفضل فبدأنا نرتضي بالتعادل مش مرضي بنسبة 100% لكن خلينا نقول أنه هو تعادل مقبول على مستوى أن الأداء في الشوط الثاني لو قسمنا اللقاء ممكن يعني ممكن نشتري الشوط الثاني لكن أكيد حنبيع الشوط الأول اللي كان منتخب مصر فيه إنجر لعشوائية كبيرة خدنا عليها منتخب غينيا بساو الأخبار السعيدة جات لمصر ليلاً بتعادل بوركينة فاسو مع سيراليوم فبدأ الموضوع يبقى موزون إحنا كنا خايفين من السيناريو بتاع أن الفرق بيننا وبوركينة فاسو يبقى ثلاث نقاط ونبتدي بوركينة فاسو تحقق انتصارات ومصر تحقق انتصارات سيف فنروح نلعب مباراة بوركينة فاسو هناك عندهم فيبقى اللقاء زي يبقى حاسم وبركينة فريق مش قوي لكن فريق معقول لكن اللي احتفاظ بفارق خمس نقاط عن بوركينة فاسو وننت هتروح تلعبها بيدي طمأنينة وفي نفس الوقت أقرب فريق اللي لنا في المجموعة غينيا بساو جاي لك القاهرة أعتقد اللي شفناه من غينيا بساو هو فريق سهل إن انت تكسبه جداً في القاهرة انبارح لولا الانجرار المنتخب مصر مع عشوائية غينيا بساو في الشوت الأول تحسن ان المنتخب مصر يعني راح زي ما غينيا بساو عمله فريق عشوائي جداً احنا رحنا لعبنا بعشوائية كبيرة جداً كابتن حسام كان قدر يوصل في لقاء بوركينة فاسو في الشوت الأول لشكل ما من أشكال السيطرة واستحواز على الكورة وخلق فرص كبير جداً فقدها في بداية لقاء غينيا بساو اللي احنا ممكن ما عملناش أي محاولة على المرمى في الشوت الأول خالص غير محاولة واحدة وبرى المرمى فده عدد قليل قوي للمنتخب مصر يحاوله كابتن حسام حاب يغير الطريقة اللي بدأ بيها لقاء بوركينة فاسو ليه طريقة تانية حاول يستخدم فيها أطراف الملعب بشكل كبير لكن وجهه بقى أن انت حطيت زيزو ناحية اليمين مع محمد هاني تريزيجيكا المفروض يبقى جوه الملعب وصلاح وجهه ايه المشكلة بكين الطرفين عندهم تخمص اما بتلعب بطريقة فيها زي شبه 4-3-3 أو 4-4-2 التانوعتين كانوا موجودين في أرض الملعب في أوقات كتيرة كان اعتمادك على أطراف الملعب مستوى الفردي لمحمد هاني مستوى الفردي لمحمد حمدي اللي هم ظاهرين الطرف خلى الموضوع ما يبقاش أن انت بتخلق زيادة عددية على أطراف ملعب غينية بساو لأ انت بتخنق لعبتك انت بلعبين ما بيصولش إضافة يعني المزيزو كان بيبقى ناحية اليمين وبطلع له محمد هاني ومحمد هاني ما بيعملش إضافة لزيزو بالعكس تانو بيضايقه في المساحة محمد حمدي من ناحية الشمال ربما نكمل اللقاء بس برضو ما كانش عامل للإضافة كان مجهد بزاق كان بيان عني الإجاد بشكل كبير جدا يعني مش الإجاد أو العدد مش آقا بزاق في ناحية شوت تاني بس أن أصلي ما عملش الإضافة فأنت كان كل انت عايز تضرب غينية بساو من أطراف الملعب عشان تستفاد إن محمد صلاح جواه الملعب تريس جي جواه الملعب بس انت خان أطرافك بلعبتك انت انت ما بتعمل النزيزو يطلع له محمد هاني لا محمد هاني هنا بياخد الرجل اللي معاه وبيخنق المساحة ولو أطيحة النزيزو يتبادل مع الكرات لا ما بيديكش حاجة في الآخر جميل دي مشكلة خطة ولا تنفيذ الخطة إمكانيات لعبين يعني هو في النهاية محمد هاني مش مميز أوي هجوميا عشان تستنى منه حتة دي ومحمد حمدي كذلك برضو مش مميزين أوي فكان ينفع أنه إحنا نختار خطة مناسبة لإمكانيات اللاعبين اللي موجودين عندنا لو أنا زي ما في الشوطة التانية أنا عايز أجم من أطراف مين اللاعب المميز إن أنا يخلق مساحة على الطرف ويعمل عرضيات مميزة وكذا زيزو ففي الحالة اللي زي دي يا إما السبورت اللي أنت عايز تعمله لزيزو يكون جاي من باك طرف قريدي مفتاح لعب عشان زيزو ياخد المساحة الجوة شوية يسيب له هو الخط يا إما زيزو بقى اللي ياخد الخط واستفاد من أبرز لعب موجود في الجيل كله محمد صلاح اللي ياخد المساحة الجوة الملعب بدل ما أنت كنت خانق زيزو بهاني في نفس الوقت ما أنتش قادر تخلق مساحة لمحمد صلاح لأ في الشوطة التانية أما يصلح الأمور وبقى زيزو هو اللي واخد الخط وصلح لجوة فبقى بينهم تناغم شوية بدأت تتخلق في نفس الوقت لعيب زي إمام عشور لما أنت تقدر تستفاد من قدرته في اللعب على وسط الملعب وسط على نص الملعب كان أفضل الدنيا اتحسنت بشكل كبير جدا لأن منتخب مصر حاسط له مشكلة برضو في خروج مصطفى محمد المهاجم الرئيسي نزول أوفة أوفة بعيد عن مصطفى محمد كمصطفى فاني ففي الحالة اللي زي دي بدأ منتخب مصر كمان يفتقد المهاجم الأساسي بتاعه اللي بيشغل وبيلنك كمان مع الصلاح وجاء من وراه وبيلنك مع اللاعبين أوفة ما كانش قادر يدخل في شبكة الترميلات بتاع الزميله بتعيس انه كان منعزل وفقد ثقة الزميله فيه فيه أوقات بقى كمان انت ما بتبقى لعيب جديد شوية على المنتخب وفي نفس الوقت ما تنزل في كرة واثنين وثلاثة بتصرفشه مشكل كويس بتلاقي زمالك أشهز لي فقدوا الثقة فيك بيدور على اختيارات تاني فبدأ أوفة يبقى خارج اللعب تقريبا ففي الحالة لذا دي كان محتاج المنتخب مساندة أكتر بقى من لعبين الوسط اتحققت في الشوط التاني لما نزل إمام عشور كان بيلنك شوية مع خط النص بشكل أفضل كتير في نفس الوقت زيزو عندما مسك الخط عمل عرضات كتير وشغل كبير وخلى المساحة بتاعة صلاح المفضلة اللي هو صلاح بيجي بالنحية اليمين وبيخش العمق الملعب شوفنا زيه فيه اللقطة العبقرية بتاعة الهدف فممكن نقول إن زي ما نلقق بوركينفاس ما كناش راضيين عن الشوط التاني مقارنة بالشوط الأول فالقق غينية بساو العكس ما كناش راضيين خالص عن الشوط الأول ونجرنا العشوائية الرهيبة يعني لو عايزين ندي مسالة على العشوائية نبص الهدف غينية بساو الهدف فيه كمية هدف كان بسيء جدا في الأول يعني كان ممكن نلحقه بسرعة يا كد كرة سبتة فعلا أنا معاك يا بسانت إن كان ممكن في الحالة دي محمد هاني كان موجود لأنه كان المستاكل الأساسي بتاعنا في الكرات السبتة اللي بيجيد الكرات العرضية كان محمد عبد المنعم فخرج علشان الكرة كانت كرة سبتة لنا فطبيعي يزيد لعيب زي مرعم مميز في الكرات الرأسية فطبيعي كان يزيد فالتغطاء بتتمي من البكين كان محمد هاني ومحمد حمدي عشان كده ممكن نشوفنا محمد حمدي اللي هو الزيري الأيصر موجود في لقطة الهدف ناحية اليمين عشان هي كانت كرة سبتة فكان مفهوم بس كان ممكن جدا اللعيب بدعب غينيا بساو هو متقدم بالكرة في البداية كان لعب على ثلاثة كان ممكن المواجهة المبكرة فيه أحيانا اللعيب ما يبقى الهجمة أكتر من اللعب خارجين بالكرة من الفريق المنافس فانت كزهير أو مساك لعيب في موقع الدفاع تتراجع عشان ما تبعش نفسك عشان المساحة ما تتضربش وراجع إنما هاني في الوقت اللي هو فضل يتراجع فيه قدام لعيب غينيا بساو لأ كان عنده مساحة للضغط لأنه كان متغطي كويس والعيب غينيا بساو كان في موقف واحد على ثلاثة فكان ممكن في الحالة دي نختار المواجهة وزي ما بس أنت بتقول ننهي الهجمة من البداية لكن احنا قررنا التراجع والتراجع والتراجع ثم حصلت بقى العشوائية بتاعت إن العيب غينيا بساو لما اشترك مع محمد حمدي طبع العيب غينيا بساو الأقوى والأسرع فكان الصراع اللي التحام كان ليه تغطية رامي ربيعة كانت سيئة جدا يعتبر أهداهم الهدف وكانوا وشوا الجونه وما صرفش بالكرة بشكل سليم فالهدف نتج عن عشوائية كبيرة تديك ملخص الشوط الأول إن احنا نجرينا للعشوائية دي وملعبناش بالطريقة المناسبة لمنتخب مصر اللي بيمتلك مهارات أكتر بيمتلك لعبين زاوي جاو ده أعلى يعني هو ممكن غينيا بساو أبرز اتنين لعيبة كانوا موجودين فيها هم هو بلدي اللي سجل الهدف للدرجة التانية في فرنسا وبنانا عليك نقل ليون بس هو مسيرته مع ليون أغلب الوقت قاعد دكة شارك بس في ثلاث لقاءات بس هو يعتبر أبرز نجوم غينيا بساو عايزة أقولك أن تاني أبرز لعب غينيا بساو كان في اللقاء كانجي فيرسل إنكاد اللي هو لعب الدورة المصري فارقه يعني مش منتخب مليء بالنجوم ولا مليء بقى أي حاجة فأنت كان عندك عناصر أبرز بكتير كان ينفع أنت اللي تفرد رتمك زي ما احنا فرضنا نتمنى في الشوت الثاني وما أنك تتكلم على عناصر يمكن طريقة اللعب اللي ابتدى بيها حسام حسن هي 3-3-4 غيرها في الشوت الثاني نفس الفكرة في الماتش اللي فات بدأ بطريقة لعب وغيرها في الشوت الثاني الطريقة الأمثل اللي انت شايفها اللي حسام حسن يبدأ بيها كل مباراة يأتوق ويكمل عليها هو التنوع ما بين 4-3-3 أو 4-4-2 أو 4-2-3-1 ما فيش عموان دلوقتي فريق في العالم بلعب بطريقة سابتة بيبقى فيه ساعات اليوم أسلوب لكن الطريقة بتتغير حسب سير اللقاء وحسب الأوراق اللي معاك وبيتم استخدام يعني هي مش المشكلة أن انت تنوع بين طرق اللعب هي الفكرة كلها أن كابتن حسام محتاج يحدد العناصر اللي هو هيشتغل معها وتفيد الخطة بتاعته يعني لو لعبت بطريقة ما هحتاج فيها أطراف هجومية أنا مش لازم بنفس الفرض اللي هو مناسب لطريقة أنا مش هعمل اختراقات من الأطراف وحاستغل على العمق فدي لها أفراد لو أنا حاستغل على الأطراف اللي أنا حاستخدم الأطراف بشكل هجومي كبير يبقى لها أفراد تانين يعني مثلا لعيب زي عمر كمال لو أنا حاستخدم طريقة زي أن أنا بلعب بتلاتة سلاسي في خلف الملأ سلاسي يعني في خط الدفاع وحاستخدم بكات بتزيد وترفع كرات عرضية وحاجة زي كده فأنا أكيد في الحالة زي دي أكيد وحاجة زي محمد هاني مش مماس في حالة كرات عرضية هفضل عليه لعيب زي زيزو أو عمر كمال في الطريقة دي إنما لو أنا حلعب بطريقة تانية أنا عايز أقفل فيها ملعبي وعايز أستخدم عمق الملعب وحاجة زي كده ممكن أدور على محمد هاني فالمشكلة بسانت أنا قصدي إن هو لازم يدور على الأفراد المناسبين لأسلوب اللعب المناسب عليه اللي هو لو أنا مستهد في المباراة دي طريقة معينة في التسجيل أو أنا نازل بسيناريو معين في دماغي أنا عايز مثلا أستخدم صلاح في المساحة دي مين اللعب اللي يقدر يعمل صبورة الصلاح لازم أستخدمه المنتخب عنده أوراق متنوعة لازم يستخدمها بالشكل المناسب فيه طبعا لعبين كده كده المفترض أي منتخب بيبقى عنده قوام أساسي فيه سبع تمن لعبين معروفين وسبتين وفيه ورقتين تلاتة بيتم استخدامهم لما يحب يغير من أنا هجم الخصم إزاي أفجأه إزاي في الحتة اللي زادي فمحتاجة شوية من كابتن حسام يبقى مركز على اختيار اللعب المناسب للحاجة اللي هو عايز يطبقها في اللقاء مش معقول أنت باني خطتك كلها أن أنا حرس الكرات العرضية لمصطفى محمد بشكل مناسب مثلا عشان هو مماسف في الكرات العرضية أو أنا مخربة لمصطفى محمد ونزل قوف عشان مماسف في الكرات العرضية وألعب شوت كامل ببكين أطراف مش مميزين في إرسالة الكرات العرضية فهي الحتة بتاعت طريقة مناسبة لا ممكن نوع من طرق اللعب عادي جدا ممكن نستخدم أكتر من طريقة اللعب ولكن عليه أنه هو دايما يفكر في العنصر اللي لايق مع الطريقة اللي هو هيختارها والأسلوب اللي هو مستهدفه طيب أوقات كتيرة جدا ممكن يلجأ المدير الفني إلى الشوت من بره أو أننا نضرب العيبة كويس قوي على الكرات السابتة ودي حاجة من الحاجات المهمة بتبقى سيناريو بيتدربوا عليه بنعرف حنشوته الكرة ازاي تتلاعب على البيتة زي الجون اللي جي فينا بالزبط من بوركين أفاس وتترد مرة تانية للجون هل كابت الحسام ضرب اللعيبة على حاجة زي دي؟ رغم أن كابت الحسام من خلال رؤيتك طبعا رغم أن كابت الحسام مميز في التفاصيل دي وبيلعب عليها يعني في مسيرته التدريبية لكن لغاية دلوقتي لا ما شفناش أنا منتفع معك يا شازل جدا الانبالأ جات لنا عدد كبير من الكرات السابتة حاولنا في واحدة بس نعمل تركة ما وكانت ممكن بس ما أصمرتش نشيء بقيت الكرات السابتة تلعبت بشكل سيء سواء من الإرسال أو تمركزات اللاعبين فعلا ما كانش فيه بلان واضح لاستخدام الكرات السابتة رغم برجع أقولك أن كابتن حسام المفترض بيهتم جدا بالجزئية دي احنا بنقول عليه متأثر كابتن بالكابتن محمود الجهري الهدف الشهير جدا في نهاي 98 في بركينة فاسو لجي من جملة أنهاء كابتن طريق مصطفى فده في الزاكرة كابتن حسام بيحاول في كل تجربة التدريبية أنه هو يشتغل على أقرات السابتة كان في المصر مماز جدا بيلعب الكورنر على القريب ولعبه على البعيد يعني كان الجمل دي عنده يعني هو ما بفتقدهاش لكن الغريب فعلا نشازلي إن احنا ما شفناهاش لغاية دي الوقت شفت ده في ملقاء بركينة فاسو كانت محاولتين اللعب الشورت كورنر مرة واثنين وتتلعب في مساحة ما أصمرتش قوي بس مبارح ما شفتناش أي محاولة يعني مبارح ما شفتناش حاجة غير محاولة واحدة كده في كرة سابتة بين إمامه بس ما انتهتش على شيء نتمنى أن يعني كابتن حسام يعني يستفاد من الكرة السابتة أو أكتر من كده لأن احنا جات لنا كرة سابتة كتير جدا وفي أحناها ممكن ما بتسجلش من كرة سابتة بس بتعمل بسلا الفرستاتس تبقى ليك مرة واثنين وتلاتة وانت اللي لمست الكرة وعملت منها خطورة بس ما جاتش فتقولي أنا المباراة الجاية أكيد حاشلغل عليها إنما احنا المرادة فعليا في الكرات السابتة لا يعني محتاجة جزء من ده وزي ما بنقول يعني هو الكرة في العالم دلوقتي بتتطور شوية كتير يعني فبدأ يبقى فيه اهتمام بالتفاصيل بشكل كبير شوية أنا بتمنى أن كابتن حسام الجهاز اللي معاه طبعا ناس كويسة جدا بس يضاف دايما عناصر يعني دايما أنا عايز أقول لك فريق ساندونز اللي كنا بنشوفه في الدورة أبطال أفريقيا وفي دورة السوبر ومميز وبالعب كرة جميلة جدا عنده تمام محللين أداة فأنا بتمنى أن منتخب مصر يبقى بتوسع شوية يعني عندهم الناس بيشتغل مع حراس المرمى على اللعب بالرجل عندهم الناس بيشتغل على كرات السابتة فأنا قصدي منتخب مصر في العصر الحديث شوية يعني ده منتخب مصر وفوض أفضل حاجة يتم تدعيم الجهاز الفني الأفراد موجودين بس القسم بتاع بها تحليل الأداة والشغل للتخصصي شوية كرات السابتة حراسة المرمى باللعب برجلين يبقى عنديش مشكلة أن كابتن سحفاني بقى موجود كمدارب حراس المرمى أساسي بس يبقى معاه ناس تانية بتشتغل على جزئيات تانية وناس تانية بقى تشتغل بتعمل صبورت لكابتن حسام وكابتن طرق سليمان طيب انتكلمت كده عن ناحية الفنية كابتن حسام محتاج إي بقى عشان يدعم اللعيبة أو عشان يشوف أحسن من أداء اللعيبة هو كابتن حسام يعني بالنسبة للجزء اللي هو إدارة اللاعبين لغاية دلوقتي الدنيا ماشي كويس تصرحته دايما دعمة ليهم بعمل صبورت بشكل كويس ليهم أعتقد أنه هو بيحاول يفرد سيطرته على اللاعبين وفي نفس الوقت بيعمل روح مع اللاعبين في الجانب ده هو ماشي كويس اللي أعتقد هو محتاج اللاعبين محتاج بقى الجزء الفني أنه دايما اللاعب يحس في الملعب أنه هو نازل في خطة مناسبة لإمكانياته يعني من بارح شفنا مثلا توظيف لزيزو جايد جدا كباك هجومي يعني شفناك عشباب وينج باك المنتخب كان بلعب ظهير متحرر جدا في الحالة زي دي ظهرت إمكانيات زيزو أفضل كتير من التضارب اللي كان بيبقى بينه وما بتدخله لعمق الملعب فأعتقد اللاعب بيبقى محتاج من المدير الفني أن يحطه في المكان المناسب والطريقة المناسبة اللي تبين إمكانياته فيه نقطة كمان أعتقد محتاج كابتن حسام بقى بس هيا ما لاش علاقة باللعبين شوي لا علاقة بالجو العام للمنتخب والجو العام مع الإعلام والجو العام مع الجمهور اللي هو كنترول شوي على تصريحات كابتن حسام حسن اللي هو ما فيش حد في مصر لا يتمنى أن المنتخب ينجح ده شيء أساسي نقطة تانية لو احنا بنتمنى النجاح بنسبة مثلا 95-99% من الناس عايزين منتخب مصر ينجح في العادي يعني فالأغلبية كمان تحب تشوف النجاح ده على يد نجم تاريخي للكورة المصرية فالناس بحب كابتن حسن حسن يعني احنا كنا بحبين مثلا منتخب مصر بحسن شحات قيمة كبيرة في نادي الزمالك وتاريخ كبير فالناس بتحب تشوف النجم التاريخي اللي حبته المنتخب ينجح على أديه فحسن حسن كذلك قيمة كبيرة جماهير الأهلي وجماهير الزمالك وجماهير المصر وجماهير التحدي ده مرتبط بجماهير الكورة مصرية بشكل عام صحيح فلو في رغبة في النجاح الريدي موجودة عند الناس فهي رغبة زايدة كبان ان المنتخب ينجح مع حسن حسن فلو في انتقادات او في قلق او في خوف عند الناس فهو الخوف الطبيعي اللي هو خاص بمنتخب مصر مفيش حد يعني مستهدف كابتن حسن ام تارجد كابتن حسن فلازم يشيل دي من دماغه ويبقى عارف الناس كلها صبرت ليه وناس كلها لو في ناس بتبدي قلق ما على شكل المنتخب على كذا ده نتيجة مشروع لمصلحة المنتخب في الاول في الاخرى وهذا منتخب مصر كلنا اكيد عايزينه يفوز واكيد عايزينه يتصدر مجموعته مش بس كده مش بس نتقاهل لأ كمان نفوز بكاس العالم ده هو التقاهل لكاس العالم يا بسانت ما بقاش حلم انت تسع منتخبات من افريقية بتروح كاس العالم طبعا وفي لسه فرصة لمنتخب عاشر فبقى واقع لازم نشتغل عليه يعني ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني نشكرك محمد خليفة الناقد والمحلل الرياضي شكرا لك يا فانت مرسي جدا لك يا بسانت مرسي جدا نشازي واستمتع شكرا لك نشكرك